لموضوع تاني وهي مسألة التصدير الخاص بالملابس الجهزة وحيانه فيه ارتفاع في صدرات هذا القطاع احنا بنتكلم في 20-22 لنسبة الارتفاع نسبتها 22% نتكلم على 2.5 مليون لأول مرة تحصل في تاريخ صدرات قطاع الملابس الجهزة في تقرير صدر من المجلس التصديري للملابس انه الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول الدول المتصدرة في الدول المستوردة للملابس الجهزة من مصر بحوالي أكتر من مليار و300 مليون دولار خلال 20-22 خلينا نعرف مع حضراتكم التفاصيل معنا دلوقتي أستاذ سماح حسين هيكل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجهزة أهلا بحضرتك وعايز أعرف إزاي وصلنا لهذا الرقم احنا بنقول لتنين ونصف مليار يعني ده رقم كبير جدا على سنة 20-22 إزاي رجعنا بجودة المنتج المصري إحنا كنا لما يعني نسمع كده زمان جودة القطن المصري وصنعة في مصر إحنا دلوقتي بنتكلم مش بس هنشوف ده مكتوب إنه القطن ده مصر إحنا بنشوف المنتج كله مصنع في مصر وبيصدر الولايات المتحدة الأمريكية عايز أعرف من حضرتك إزاي وصلنا لهذا مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل المشاهدين إحنا طبعا الحمد لله من أول عام 20-22 وتحديدا ربع الأول كانت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية كانت وقدة أعلى نسبة والحمد لله يمكن كنلنا ده لحد نهاية العام لحد ما خلص عشرين 22 وخطة الكطاع خلال الفترة لعام عشرين 23 إن شاء الله مستهدف تحقيق من عشرين لتلاتين في المية وده طبعا من خلال خلق مناخ مناسب وتوفير التموج الملائم للصناعة طبعا في الظروف الاستثنائية الحالية اللي احنا كلنا عايشينها في العالم كله مش في مصر بس طبعا كان مجلس الوزراء كان قدم مبادرة وهي مبادرة دعم للصناعة من خلال تقديم 150 مليار جنيه كقروض ميسرة بقيمة بفائدة منخفضة تقريبا حوالي 11% لمدة خمس سنوات وده يمكن كان برضو له الأثر الكبير والفعال في تحقيق الناس دي طبعا من خلال برضو الاتفاقيات الدولية اللي ما بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبيننا وبين دول كتير كان برضو الموضوع في خلال الظروف برضو الحالية اللي بيعيشها العالم كله كانت مصر ليها الأولوية أو إنها تقدر تصدر وبكميات كديرة وأحنا بنقول الحمد لله وإن شاء الله اللي جاي هيكون أفضل طبعا الصادرات بالنسبة طبعا ارتفعت 22% عشان تسجل 2.516.000.000 كالعادة بالنسبة للملابس المحلية الصنعة بقيمة 1.317.000.000 خلال 2022 مقابل 1.181.000.000.000 دولار في 2021 طبعا بنسبة تقريبا حوالي 11% وحققت الصادرات لأوروبا ارتفاع بنسبة 31% علشان تسجل 5.04 مليون دولار مقابل 386 مليون دولار وطبعا ارتفعت الصادرات لتركيا بنسبة 113% خلال عام 2022 علشان تسجلوا 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار في عام 2021 طبعا احنا لازم نذكر المبادرة وطبعا من خلال توجيهات القيادة السياسية لدعم اي مبادرات طبعا لكافة القطاعات وخلينا نتكلم برضو تحديدا لقطاع الملابس انا عايزة اسأل حضرتك يا سيد سماح عن نوعية الملابس اللي بتصدر رجالي حريمي اطفال كله يا فندم يعني ايه المتصدر القائمة كل الفئات حريمي ورجالي واطفال وملابس ديتي لكل الفئات هل احنا متميزين في شيء ما مثلا يعني طلب عليه عالي مثلا طبعا اي منتج قطن ما في المية واحنا طبعا الحمد لله احنا متفوقين جدا فيه طبعا ده متصدر الموضوع الاول طبعا عندنا طبعا اي ملابس قطن ما في المية هي دي المتصدرة وتقريبا كل المنتجات داخل فيها القطن وطبعا كل منتج بيتم تصديره بيبقى له مواصفات خاصة بناء على الاتفاقات اللي ما بين المستورد والمصدر فطبعا دي خطوة كويسة جدا ومن خلال المبادرات زي ما قلت لحضراتك انها تتاهم في دعم الاستثمار الصناعي والتوسعات خلال الفترة القادمة وخاصة انها وقت صعب وظروف استثنائية نتيجة ظروف الاقتصادية وارتفاع كبير فاسعار الفاي بقى العالمية فاحنا الحمد لله احنا منتظرين الاحسن والافضل خلال الفترة الجاية وزي ما قلت لحضراتك ان الحكومة بتسعى داعمة لكافة الكطاعات الانتجية والصناعية بتوفير الجو الملائم والمناخ الملائم سواء كانت مولي او من خلال التصدير انها بتسهل كل الفرص لأي حد عايز يصدر منتج محلي مياه في المية بالنسبة لصناعاتنا المحلية الصناع في مصر طب احنا هل ممكن نتكلم انه يكون عندنا بيوت ازياء عالمية على غرار يعني بيوت ازياء عالمية موجودة في العالم كله تكون احنا عندنا بالحقيقة مصممين مصريين يعني وصلوا للعالمية لكن عايزين المزيد فيما يخص بقى نتكلم عن جودة وحيك متتكلمة عن المنتج المصري والقطن المصري والله حضرتك دا طبعا متوقع احنا يكفي ان احنا ان شاء الله خلال الفترة الجاي وخلال عشرين ثلاثة وعشرين ومن خلال عودة مصانع كبيرة جدا كانت مغلقة وركعت فتحة تانية زي مصانع المحل اللي غازل والنسيج لو حضرتك نتابع الوضع لقطاع الملابس في الحتة دي واحنا ان شاء الله يكفي ان احنا بنتصدر لهم المنتجات والخنات اللي يقدروا من خلالها ان هم يصنعوا الموضع العالمية وده يرجع المنتج المصري للمنافسة عالميا تاني والله احنا ان شاء الله دي خطة الدولة وخطة الكطاع ان شاء الله وان شاء الله خلال فترة وفترة مش بعيدة هيكون في حاجات كتيرة اوها تدفت الناس كلها ومصر هتتربع على عرش الانتاج المحلي متحديدا في صناعة الغازل والنسيج والملابس زي ما كانت متربعة قبل كده وكانت رقم واحد في العالم كله من خلال القطن المصري المتفاوك اللي مش موجود زيه في اي حتة فان شاء الله ده هيحصل وفينا الفترة قريبة جدا بإذن الله نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد سماح حسين هيك العضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجهزة